طيب السؤال العام بتاعنا أبرز ما رصدت هذا الأسبوع على مواقع التواصل أبرز ما رصد على مواقع التواصل زيارة سيادة الرئيس أو جولة سيادة الرئيس الخارجية اللي على قدر أكبر من الأهمية وقدر أكبر من النجاح الحقيقة احتفاء على مواقع التواصل مش بمكانة مصر بس اللي اكتسبتها أو استعادتها لكن كمان بالصورة التي يرى بها مصر العالم الآن مصر مش رقم مهم فقط في مجال السياسة مش رقم مهم أو رقم يعني يكاد يكون وحيد في الهيمنة الإقليمية وفق رجد وفق سياسة رشيدة يعني مش يعني وفق سياسة رشيدة وفق السياسة أيما على المكانة المستحقة أيما على احترام الآخر أو عدم التدخل في شؤون الآخر لكن كمان مواقع التواصل الحقيقة الأسبوع ده أو خلال الخمس يام اللي فاتت احتفت بالصورة التي يرى عليها الغرب مش الغرب بس العالم مصر والمهم كمان هو المجالات التي يتطلع إليها أو تتطلع إليها دولاً كثيرة للاستثمار في مصر بنية تحتية على يعني أجود ما يكون عملت خلال ثمان سنين الحقيقة في سباق مع الزمن يعني مصر سبقت الزمن الحقيقة ولو شفنا يعني اللي شاف لما شفنا كلمة الرئيس في المؤتمر الصحفي مع الرئيس السربي شوفي رئيس الدولة المصرية إزاي استعرض ببساطة ما تم ولم يكن بسيطاً يعني كم هائل من 6,000 مشروع 6,000 مشروع بـ 8,000,000 8,000,000 ده رقم رهيب رقيق رهيب 6,000 مشروع خلال ثمان سنين الحقيقة سباق رهيب مع الزمن وعلى فكرة يا أستاذ وريد حتى دايماً يعني إحنا لما بنيجي نتكلم حدث ده إحنا مش بنبالغ لأنه حتى دايماً القادة بتاعة أي دولة بيقوم سيد الرئيس بزيارتها هم كمان بيشيدوا بالطفرة اللي حصلت في مصر في التماثين طبعاً إحنا المسألة ما فيهاش وبالغاية المسألة فيها شرح وكنا في فترة من الفترات بس يعني عندنا الشرح كان عزيز شوية ما كناش إحنا إحنا كمواطنين كمان ما كناش أو إحنا ما كناش بنغوص في تفاصيل هناك ملايين 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 من التفاصيل التي يجب أن يخد فيها كل مصري يعني كل مصري لازم يبقى فخور قدية ويشرح والأب يشرح لأولاده والأمة تشرح والمدرس في المدرسة لأن إحنا محتاجين الحقيقة إحنا تحول رهيب جمهورية جديدة حقيقة طيب الجمهورية الجديدة دي مش مسئولية الدولة بس دي مسئولية المواطن مسئولية المدرس مسئولية الطبيب مسئولية الأسرة يجب أن نشرح أو نخوط فيه كيف سبقت الدولة المصرية أو تسابقت مع الزمن أو سبقت الزمن للوصول لهذه الشكل ده على مستوى الاستثمارات والاقتصاد على مستوى الخدمات اللي بتتقدم للمواطن والخدمات وشكل البنية التحتية اللي تغير على مواقع التواصل الأسبوع ده برضو كان فيه اهتمام تدول رهيب أو متتالي لكلمة سيادة الرئيس في قمة جدة ودي استعرض فيها سيادة الرئيس أو رئيس الدولة المصرية مجموعة عاد التأكيد على السوابط المصرية في التعامل مع قضايا الإقليم وقضايا المنطقة وقضايا العالم سيادة الرئيس سك مصطلح اسمه دولة الإنسانية وده كان مصطلح مهمة قوي الحقيقة على مواقع التواصل خلال الأسبوع يتم التدائد ليه يعني التداول السريع ليه أو التداول العالي دولة الإنسانية ده مصطلح الحقيقة جديد ومصطلح جامع مانع ومهمة قوي إن برضو المواطن المصري أو إحنا على مواقع التواصل أو إحنا في الصحافة يعني نتداول تداعيات هذا المصطلح أو مضمون هذا المصطلح أو المفهوم العميق لدولة الإنسانية طيب إحنا ممكن يعني أستغل بقى وجود حضرتك معي وقبل ما ندخل في إن إحنا نقرأ التفاصيل دي لما نيجي نقول فعلا دولة الإنسانية يعني إحنا دولة الإنسانية هي دولة قوية دولة قدرة دولة قدرتها رشيدة برضو سيادة الرئيس من سنتين كان يتكلم عن مفهوم القوة المصرية القوة المصرية هي القوة الرشيدة يعني القوة الرشيدة القوة التي لا تعتدي نحن لا يعني مصر لم توجه خلال السنوات الماضية وعلى طول تاريخها لم توجه يعني سهم الاعتداء تجاه أحد لكن في نفس الوقت مصر لديها القدرة والعيون الحمراء وقت اللزول يعني مصر رسمت خطوطا حمراء في أحلك ظروف الإقليم أو في أقصى أو في أكتر ظروف الإقليم تعقيدا عندما استدعى الأمر أن ترسم مصر خطوطا حمراء رسمتها ولم يتخطها أحد يبقى الدولة الرشيدة هي الدولة القادرة على حماية حقها حماية مقدراتها حماية سرواتها واستغلال سرواتها يعني حريتها في قرارها وحريتها في استغلال سرواتها دون أي اكتراس لأي تهديد أو دون أي اهتمام بأي محاولات واهمة لمنع مصر أو حرمان مصر من استغلال سرواتها لكن في نفس الوقت دولة تقدم يد التعاون للجميع ده القمة في كلمة سيادة الرئيس في قمة جدة وحصل برضو عليها حتى الآن تدولوا على مواقع التواصل حددت الملامح أو أعادة تحديد أو أعادة التأكيد على الملامح ملامح السياسة المصرية وفق ثوابت مختلفة لكن هذه الثوابت لم تتغير بالنسبة للدولة المصرية قضية الفلسطينية ثابت أساسي من أساس السياسة المصرية على أساس حل الدولتين وعساس المرجعية الدولية حماية حق الشعب الفلسطيني في الوجود والحياة دي قضية ثابت مصر أساسي الشيء الثاني الإرهاب مصر الحقيقة لها تجربة رائدة مصر الدولة الوحيدة في العالم بلا مبلغة التي تعرضت لإرهاب لم تتعرض له دولة أخرى وقد استطاعت أن تقضي على هذا الإرهاب من جزوره تجربة مصر في مكافحة الإرهاب تجربة الحقيقة تحتزى وكان رئيس الدولة المصرية يتكلم عن إحنا عملنا اللي علينا فيما يتعلق بالإرهاب دول كثيرة مطالبة بأن دول تحمي الإرهاب أو تدعم الإرهاب أو تدرب الإرهابين أو تساعدهم في الانتقال من مكان لمكان أو تدربهم على أراضيها أو في أراضي أخرى أو تحتضنهم أو تحتضنهم بأي طريقة مطالبة لم يعد محتملا أن تستمر هذه الدول على هذه الصياغة في التعامل مع الإرهاب خصوصا أن الدول العالم كلها الحقيقة في الفترة من فترات رئيس الدولة المصرية كان بيونيدي وكان العالم يعني متصور أن هذه الموجات لن تقترب منه أو لن تقربه والحقيقة العالم كله الإرهاب نار ممكن أن تحرق العالم كله الحكاية الثانية مسألة سيادة رئيس أكد على حق مصر في مياه أو الحصة الأساسية أو التاريخية في مياه النيل طبعا إضافة إلى التأكيد على المناخ وأهمية أهمية 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 أن يحصل مزيد من التفاعل في إطار رئاسة مصر للقمة المناخ اللي جاي إن شاء الله في شهر من الشيخ كوب 27 للحد من تداعيات أو تأثير التغارب المناخ المترجم للقناة